خلص رمضان خلاص خلص بقى طايفه وكنافته ونجي بقى الكحك العيد وبسكوتاته خلص رمضان بإعلاناته وبرامجه ومسلسلاته والنهاردة هقول لكم رأيي لأهم المسلسلات والبرامج والإعلانات بتاعة رمضان السنة دي أهلا بيكم في الإكسلانس بتاع زمان في العيد صباح شريف للي بيشوفنا قبل ما يديها كحك وبنصوار اللي بيشوفنا بعد مداها بتيفور وغريبة عيد سعيد عليكم أنا الإكسلانس بتاع زمان هكون ممنون قوي من حضراتكم لو عملتم لايك وشير وسبسكرايب وفعلتم الجرس أو يحصل تواصل بين حضراتكم وبيني على الفيسبوك أو على انستجرام أو على تويتر أو في أي حتة بالنسبة للمسلسلات بتهيألي كده إن مسلسل الاختيار هو أعلى المشاهدات وده طبيعة السنة دي لأنه أول عمل فني درامي نشوف فيه عبدالفتاح السيسي ومحمد مرسي وخيرات الشاطر ومحمود عزة وعباس كامل والمشير تنطاوي نشوف كل الهلومة دي وفوق البيع معاهم شوفنا كريمة عبدالعزيز وأحمد السقى وأحمد عز بس عندي كلمة رفاية من الإكسلانس عاوز أقولها للكل إحيات أبوك إكسلانس إحيات أبوك اتفرجوا على عمل فني فقط ما تحكمش عليه بهواك السياسي ما تخليش حبك لده أو كرهك لدك هو إنهم يأثروا على حكمك على عمل فني لكن طبعا شابوه ليسر جلال وصبر فواز وطبعا شابوه كبير قوي للغول خالد الصاوي الكبير قوي 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 مش عيب الممثل يخبط ويحفر ويعافر هنا وهنا وهناك وفي النهاية يرجع لمنطقة بيجيت فيها وكمان بتجيب له صدا كويس عند الناس شابوه مكي يا كبير قوي الاكسرانس بيحب قوي إن احنا نعمل من كلمة بنقولها حدوتة وحكاية اللي زعلان يقول هو أنا مكتوب علي القرف اللي عاوز يفرح يقول يا رب ليه مش مكتوب علي الفرخة مكتوب علي كوميديا أكرم حسن البسيطة الأزيزة أكرم شاطر وفاهم بحب الممثل اللي يفكر ويدعبس ويكتب ويغني ويلحن ويعمل كل حاجة زي مكي برضو تمام وعلى فكرة أكرم ومكي جايين من وقعات بس وقف وقفة حلوة من تاني الاعلانات الملاحظ السنة دي إن الله أكبر الله أكبر في كذا ممثل عامل كذا إعلان لكذا منتج وطبعا إعلانات الخير هي المسيطرة بس إعلان عم زازة أثر فيها قوي الله يرحمك فعلا يا عم زازة ناس كتير عرفتك بس بعد ممشيت وسبتنا الاكسلانسي لاحظ إن فيه إعلانات أفكارها متشابهة قوي وتحس إن اللي عملها من جيل قديم زينا كده وبيفكرنا بالآمل حلوة إعلان وي وبنك القاهرة ومدينة ناصر المقاولات أعتقد اسمها كده إعلانات بتتكلم عن فكرة واحدة بس المقارنة بين القديم والجديد زمان ودلوقتي في إعلانات السنة دي شفنا سعاد حسني فكوها بتلت نجمات وبرضو مش وشفنا إعلان لها في أغنية من الشيخ سيد مكاوي ولما الناس أخذت بالها كتبوا على الإعلان أخيرا أما البرامج فأقدر أطلق عليها برامج التوقيع مهمة المزيعة والمزيعة هو توقيع الدنيا ببعضها لازم لازم في كل البرامج السنة دي فقرة السورطين اللي جنب بعض وأنهي أحسن وأنهي أسوأ وتكون موجودة في كل برنامج وللأسف الضيف بيقع فيها وبينخر بكل حاجة وكأنه قاعد هو والمزيعة لوحدهم ما حد سامعهم رامز جلال قنبلة كوميدية بتكلف كتير قوي بس معروفة قوي 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 والحدق يفهم في النهاية عرفت إن محمد رمضان تلوم سلسل والحقيقة أنا ما شفتش أو عرفت لناس كتير متابعاه خايف يكون محمد رمضان نمبر وان طول السنة بس بقى غنيه وتويتاته وبستاته وصوره بس لكن في شغلته الأصلية التمثيل مش نمبر وان ولا نمبر ناين حتى برضو طولت عليكم أوري فورد